تابعينا الكرام على ذكرى الشباب وبالتحديد الشباب السوري هناك شاب سوري يقيم في مدينة وهران بالجزائر أقدم على عمل بطوله ورائع للغاية لكن مع الأسف الشديد كلفه حياته دعونا نشاهد هذه الصورة التي لدينا للشابة الدمشقية البالغ من العمر 26 عامة فادي مدروني الذي كان يقيم في مدينة وهران في الصورة التالية يظهر لدينا فادي فادي هذا كان يقيم في غرفة ضيقة بسحتها صغيرة للغاية أمام هذه الغرفة كانت تتواجد أسرة جزائرية مع الأسف الشديد اندلع حريق هائل ببيت هذه الأسرة فروا هاربين ولكنهم تركوا رضيعا في هذا البيت يبلغ من العمر عامين على الفور هذا الشاب السوري الرائع انطلق نحو البيت من أجل إنقاذ هذا الراضيع وبالفعل تمكن من حمله وصارع النيران واستطاع أن يخرج بهذا الطفل من هذا البيت المشتعل بالحريق وأنقذ هذا الطفل ولكن مع الأسف الشديد نظرا لإصابة هذا الشاب السوري فادي مدروني بالربو كانت لديه مشكلات كبيرة في التنفس بسبب الدخان الكسيف الذي نتج عن هذا الحريق وانتقل لأحد المستشفيات في مدينة وهران ولكن مع الأسف الشديد توفاه الله حالة كبيرة من الحزن ألمت بأهل مدينة وهران الجزائرية وكل أهل الجزائر الكرام على هذا الشاب السوري البطل موقف بطولي ورائع بالرغم من إصاباته بالربو إلا أنه أصر أن يغامر بنفسه من أجل إنقاذ هذا الراضيع رحمة الله عليه كثيرون كتبوا ودوانوا وغردوا اشتركوا في القناة